فادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن المغرب سجل تراجعاً ملحوظاً في عدد الحرائق والمساحات المحروقة خلال السنة الجارية حيث بلغ إجمالي المساحات المحروقة 780 هكتاراً مقابل 6100 هكتار أتت عليها الحرائق خلال السنة الماضية أي أقل بسبع مرات وأوضحت الوكالة في بلغ حول حرائق الغابات التي نشبت خلال الفترة ما بين فاتح يناهر والحاد والثلاثين من غش من السنة الجارية أنه تم تشير 270 حريقاً على السعيد الوطني أتى على مساحة إجمالية تبلغ 780 هكتاراً لمعدل 2.9 هكتار لكل حريق وتبقى المساحة المتضررة خلال هذه السنة أقل بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية حيث تقدر بحوالي 4800 هكتار رئيب خفاض بواقع 5.5 أضعاف عفوان حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترجمة نانسي قنقر